اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إلى قول الإمام الشاطبي وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا وقفناها هنا أليس كذلك في قوله وفي الرفع والتذكير والغيب جملة هذه الأحكام الثلاثة أو الثلاثة التي ذكر وهي الرفع والتذكير والغيب يعقلها في جملة مواضع من القصيد أطلق لفظها من غير تقييد هو إذا ذكر الترجمة أو ذكر الخلفة فقد يذكره مقيدا وقد يذكره غفلا غير مقيد فإما أن يذكره على اللفظ المراد يعني يقيده باللفظ وإما أن يسكت عنه أليس كذلك وإما أن يسكت عنه ولن يأتي هذا المذهب إلا في جملة مواضع من هذه الأحكام الثلاثة لا غير وهي الرفع والتذكير والغيب فقط وليست في سائرها وإنما في جملة مواضع من القصيد أطلق على لفظها من غير تقييد قال وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا من قيد العلا يشير إلى من؟ يشير إلى الناس الذين يفهمون ويدركون مراده حينما يسكت ولا يقيد فسكوته تقييد حينما يسكت ولا يقيد فهذا السكوت إنما هو تقييد لكن ليس مطلقا إنما هو في جملة من هذه الأحكام الثلاثة التي هي الرفع والتذكير والغيب إذن إذا جاءتنا ترجمة أو جاءنا خلف مطلقا لم يذكر فيه شيئا لم يقيده بشيئ فإننا ننظر بنظرنا وبفكرنا في هذا الخلف فإذا كان يدور هذا الخلف بين ماذا؟ بين الرفع وماذا؟ ما الذي يقابل الرفع؟ يقابله ماذا؟ النصب إذن إذا كان الخلاف أو الترجمة يدور خلفها بين ماذا؟ بين الرفع والنصب ولم يذكر شيئا فإن المذكور لهم أي أصحاب هذا الخلف لهم ماذا؟ لهم الرفع تلقائيا رأسا مفهوم؟ نعم أرجو إذا ذكر ترجمة أو خلافا قرائيا وذكره بأصحابه ذكره بأصحابه ولم يقيده وكان هذا الخلف يدور بين ماذا؟ بين الرفع والنصب كيف تعرف أنه يدور بين الرفع والنصب؟ لا بد أن تكون من أصحاب القراءة ولا بد أن تكون من أصحاب العقول من أصحاب القراءات لا ينفعك أن تكون راوية فحسب بل لا بد أن تكون ذا دراية أيضا وذا عقل سليم وذا إدراك سليم لتميز هذه الأشياء ولتنماز لك هذه الأشياء اتفقنا إذن إذا ذكر خلفا وهو يدور بين الرفع والنصب وقد أطلقه على لفظه إذن فالقراءة المذكورة هي ماذا؟ هي الرفع آتيكم بمثال في قوله مثلا وَحَقُّكَ يَوْمُّ لَا وَحَقُّكَ يَوْمُّ لَا الآن فعل ماذا؟ أطلق الخلف في القراءة وسكت وذكر أصحابه قال حقك يوم لا لا تنتبه إلى رفعين لأنه يريده ولا يريده وسيأتينا وإلا لتكرر عليه قوله وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا هذا البيت غير ذاك غير ذاك إذن لما قال حقك الرمز أين؟ في قولي حق وهما من؟ أبو عمر و أو ابن كثير و وأبو عمر جيد يقرآن ماذا؟ أتانا بالقراءة أو بالترجمة التي هي يوم وقيدها بلا حتى لا يدخل عليها يوم الأخرى التي في في سورة ماذا؟ في المائدة نعم إذن أين؟ في سورة الانفطار أليس كذلك؟ قال يوم لا فقيدها بلا قيدها بلا زاحم بالذكاية لتفضلها يا ولدي إذن ذكر أصحاب الخلف وذكر الخلفة القراءة وأطلق على لفظها أنت تباحث وتفاتش هذه الترجمة الخلف يدور بين ماذا وماذا فيها؟ يوم ويوم فقط لابد أن تكون هكذا لابد أن تكون هكذا لابد أن تمعن النظر لا تستسلم لابد أن تباحث وأن تفاتش زاحم بالذكاء إذن إذا كان الخلف يدور بين ماذا؟ بين رفع و ونصب وذكر أصحاب الترجمة فالمذكورون لهم ماذا؟ لهم الرفع ماذا قال؟ وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت أطلقت أليس كذلك؟ فإذا أطلقا وكان الخلف يدور بين الرفع والنصب فإن المذكورين لهم الرفع واضح واضح أليس كذلك؟ ننتقل للذي يليه قال ماذا؟ والتذكير والتذكير التذكير ضده ماذا؟ التأنيث جميل إذن إذا أطلق خلفا لأصحابه وهذا الخلف يدور بين ماذا؟ وماذا؟ بين تذكير وتأنيث فإن المذكورين يقرؤون بالتذكير واضح فإن المذكورين يقرؤون بماذا؟ بالتذكير والمسكوت عنهم يقرؤون بماذا؟ بالتأنيث جميل دائما في الشاطبية إذا كان الخلاف في القراءة يدور بين الياء والتاء فإنه يكتنفه أمران إلى غير إما الخطاب أو الغيب أو التذكير أو التأنيث لا يخرج عن خطاب وغيب أو عن تذكير وتأنيث وإذا أراد التذكير عبر عنه بلفظ التذكير كما مر معنا أذكر فناداه أذكر لم يكن إلى آخره وإذا أراد التأنيث عبر عنه بلفظه التأنيث أيضا كما قال أنه سيكون عن دار من نعم وإذا أراد الخطاب ذكره بلفظه أيضا خاطب عن ما يعملون إلى آخره وإذا أراد الغيب أيضا ذكر الغيب بلفظه وبالغيب عن ما يعملونه نادنا وغيبك في الثاني إلى صفه إلى آخره إذا إذا أراد التذكير عبر عنه بالتذكير وإذا أراد التأنيث عبر عنه بالتأنيث وإذا أراد الغيب عبر عنه بالغيب وإذا أراد الخطاب أو الحضور عبر عنه بذلك جميل قولوا لي لماذا قلت هذا أقول لكم إنه لا يقيد باللياء لا يقيد باللياء إلا إذا كان يريد من الضد النونة اتضح لا يقيد بالياء إلا إذا كانت الترجمة يحمل ضدها النون واضح وقد مر معنا أنه آخ بين النون والياء وآخيت بين النون والياء إذن الياء لا يقيد بها بلفظها بهذا اللفظ لا يقيد بلفظها تذكيرا ولا غيبا وإنما إذا أراد الغيب قال الغيب وإذا أراد التذكير قال التذكير إذن التقييد بالياء يكون إذا أراد أن الضد أو أنك مسكوت عنها إنما هي بالنون فقط ولا يجعلها لتذكير ولا لغيب فإذا أراد التذكير ذكره بلفظه وإذا أراد الغيب أيضا ذكره بلفظه اتفقنا على هذه الأشياء إذن فما الذي بقي لنا أعيد البيت قل وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقته ما الذي بقي لنا ذكرنا التذكير ما مثاله في قوله مثلا يجبى خليط في قوله يجبى خليط الرمز في الخال من للستة دون نافع أليس كذلك يقرؤون ماذا يقرؤون بماذا بالتذكير أو بالتأنيث أنتم الآن هذا يدل على أنكم فاهمتم أو لم تفهموا كيف تستخرجون قراءة نافع وقراءة غيره من قوله يجبى خليط وقد أطلق أطلق الترجمة على لفظها كيف تستخرجون قلنا بأن الترجمة أو الخلاف إذا كان يدور بين ماذا بين تذكير وتأنيث فإن المذكورين لهم التذكير من المذكور خليط الستة دون نافع يقرؤون ماذا بالتذكير لماذا لأنه أطلق أطلق الترجمة وهي تدور بين التذكير والتأنيث فالمذكورون يقرؤون بالتذكير واضح لا إشكال فيها ليس كذلك ننتقل إلى ماذا إلى الغيب إذا ذكر ترجمة مطلقة أطلق على لفظها وهي تدور بين ماذا بين غيب وحضور أو بين غيب وخطاب فإن المذكورين يقرؤون بماذا يقرؤون بماذا بالغيب بالغيب والمسكوت عنهم يقرؤون بماذا بالخطاب في قول مثلا بل يؤثرون حز حز أطلق على لفظها أم لا وذكر وذكر صاحب الخلف الذي هو من أبو عمر في رمز الحاء جميل إذن يقرؤ أبو عمر بماذا بالغيب بالغيب لأن الخلف يدور بين ماذا وماذا بين الغيب والخطاب وقد أطلقه على لفظه فالمذكورون يقرؤون بماذا يقرؤون بالغيب تضحت هذه الأشياء أم لا ما أدري هل تضحت أم لا واضح أعيد البيت وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت أطلقت من قيد العلا من فهم وحصل ما أريد هذا لا يفهمه كل أحد إنما إذا أطلق على اللفظ فإنك لا بد أن تعمل النظر في ذلك فإن كانت القراءة أو الخلاف يدور بين رفع ونصب فإن المذكورين لهم الرفع وإذا كانت القراءة تدور بين تذكير وتأنيث فإن المذكورين لهم التذكير وإذا كانت القراءة تدور بين خطاب وغيب فإن المذكورين لهم لهم الغيب أليس كذلك جميل في سورة الأحزاء في قوله وتعمل نؤتي بلياء بلياء أليس كذلك وتعمل نؤتي بلياء شمللا الشيء تعرفون أنها رمز لمن؟ لحمزة والكساء جميل عندنا إشكالان هنا أين الخلف هذا يبين لي هل فهمتم أم لا وتعمل نؤتي قراءتان وكلمتان وخلفان وترجمتان جميل في قوله تعمل ونؤتي هي نؤتها ولكن يطره الوزن إلى أن يقصها قصا فلا بأس في ذلك لأنه استدلب بأكثرها عليها فلا إشكال إذن قال تعمل نؤتي بالياء بالياء وذكر القيد الذي هو بالياء فهذا القيد الذي هو الياء ينصرف إلى ماذا؟ إلى القراءة الأولامي الثانية إلى تعمل أم إلى نؤتي؟ هذا يبين لي هل فهمتم أم لا؟ هم؟ 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 قبل قليل كان يقول رحمة الله عليه إذا أطلق ألم يطلق في قوله تعمل والترجمة تدور بين ماذا وماذا؟ في تعمل ها؟ تعمل ويعمل تعمل ويعمل بين تذكير وأطلق ليس كذلك أتابع أصحابها الذين هم شملالا أليس كذلك؟ إذن فأصحاب شملالا يقرؤون ماذا؟ هم؟ بلياء 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 لأنه أطلق على لفظها جميل قولوا لي قد ذكر الياء ها؟ بعد الترجمتين فلماذا لا تقول بأنه بلياء قيد لتعمل ونؤتي؟ ما هذا التزاحم؟ ما هذا الإشكال الذي أوردت علينا؟ هم؟ قولوا لي هذا الكلام لأن قلنا لا يقيد بلياء إلا إذا أراد من الضد النون فهمتم؟ ها؟ لا يقيد بلياء إلا إذا كان يريد من الضد النون واضح إذن لما قال تعمل نؤتي بلياء عرفنا أن بلياء ينصرف إلى نؤتي هم؟ لأنه ذكر الياء لأنه قيد قيد بلياء ونؤتي تدور بين بين ماذا؟ بين الياء والنون بين الياء والنون فأصحاب شملل اللذان هم هما حمزة والكساء يقرآن ماذا؟ يؤتها يؤتها أجراء أليس كذلك يؤتها أجراء بلياء فقيدها بلياء والباقون يقرؤون بماذا؟ يقرؤون بالنون إذن فوله بلياء إنما هي قيد لقوله نؤتي جميل وبقيت عندنا تعمل نقول بأنه علياء تصلح لأن تكون قيداً أيضاً لماذا؟ لتعمل تصلح لكن سيفسد علينا نظام الاشتراط سيفسد علينا نظام الاشتراط ولا بد أن يعطى لكل ذي حق أحسنتم جميل إذن تبقى لنا أن نعمل في تعمل ماذا؟ شرطه شرطه الذي هو أنه أطلقها على لفظها والخلف يدور بين ماذا وماذا؟ بين التذكير و والتأنيث وإذا أطلق فإن المذكورين لهم ماذا؟ لهم التذكير إذن استفدنا منها؟ إذن حمزة والكسائر في رمز شملل حينما أطلق تعمل ولم يقيدها وهي تدور بين تذكير وتأنيث فإن المذكورين لهم ماذا؟ لهم التذكير قولا واحدا والمسكوت عنهم لهم ماذا؟ لهم التاء ولهم الله ولنا نحن الله سبحانه قال ولنا الله تعالى كما قال شاعر حمراء بن براهيم ولنا الله تعالى أيضا يعيننا الله على هذا فهمتم يا ابنائي هذه الأشياء في قوله تعمل نؤتي باليعي إذن تعمل فهمناها من الإطلاق أليس كذلك؟ على لفظها أطلقتم القيد العلا وفهمنا الخلفة بين النون والياء في نؤتها من القيد باليعي وقلنا بأنه لا يقيد بالياء إلا إذا كانت ضد النون فهم هذه الأشياء؟ قالوا أو قال الإمام السخاوي رحمة الله عليه في فتح الوسيد اجتمعت له هذه الأشياء التي هي الرفع والتذكير والغيب في بيت واحد في سورة الأعراف وخالصة أصل ولا يعلمون لشعبات في الثاني ويفتح شملل لا تفتح ولا يفتح لا تفتح لهم أبواب ولا يفتح لهم أحسنت إذن أشاهد عندنا ماذا يقول الإمام السخاوي؟ قال اجتمعت له هذه الأشياء في بيت واحد في سورة في سورة العراف وغفقوا لي وخالصة أصل لكن بعض النباه لم يسلموا له بذلك قال أطلق خالصة قال لم يقل لم يقل الرفع لم يقيد خالصة لكنها تدور بين ماذا وماذا؟ بين الرفع والنصب آه خالصة أصل الرمز فيه في الآلف لنافع أليس كذلك؟ الرمز فيه الآلف لنافع أطلق خالصة والخلف يدور بين ماذا وماذا؟ بين رفع و ونصب بين رفع وخالصة خالصة نافع يقرأ خالصة بالرفع والباقون يقرؤون خالصة بالنصب أليس كذلك؟ كيف عرفنا هذا؟ قالوا أطلقها على لفظها أطلقها على لفظها والخلف يدور بين رفع ونصب إذن فالمذكورون الذين هم نافع يقرأ ماذا؟ يقرأ على على الرفع واضح لكن بعض النباه قال له إنما هي نسق كل الله تعالى أعلم نسق على ماذا؟ على الترجمة التي قبلها لباس الرفع في حق نهشلة الرفع فقيد وإنما نريد أنه ذكر القراءة التي قبلها بالرفع وهذه نسق على تلك فعطف وهو من مذهبيا يعطف من مذهبيا يعطف فلم تسلم للإمام السخاوي هذه البادرة ولكن لا بأس وبعدها ماذا قال؟ ولا يعلمون قل أيضا يدور بين ماذا وماذا؟ بين الغيب ها والخطاب بين الغيب وقد أطلق هذه سلمت له بين الغيب و والخطاب أليس كذلك ها إذن لما خلافه يدور بين الغيب والخطاب المذكورون لهم ماذا؟ لهم الغيب من هم؟ شعبة أحسنت الباقي ما هو؟ يفتح وتفتح بين ماذا؟ بين التذكير والتأنيث بين التذكير والتأنيث المذكورون لهم ماذا؟ كيف عرفت يا ولدي؟ كيف عرفت؟ من هم المذكورون؟ الشين من شمل من الحمزة والكساء قال لأنه أطلق أطلقها على لفظها أطلقها على لفظها ونحن إذا كان الخلف يدور قلنا بين تذكير الآن هنا بين تذكير وتأنيث فإن المذكورين لهم ماذا؟ لهم التذكير فحينما أطلق فحمزة والكسائي يقرآن ماذا؟ لا يفتح لهم بالتذكير والباقون يقرؤون ماذا؟ لا تفتحوا لهم ستأتين قراءات بإذن الله سنعرض لها في غير هذا الموطن قراءة أخرى إن شاء الله نعم قال وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد من قيد العلاء ثم قال بعد هذا ماذا؟ وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة يقرأوا البيت أعيدوه وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة جميل إذن قوله رضي الله عنه ورحمه وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت الحرف يقصد به ماذا؟ يقصد به حرف الخلاف يقصد به ترجمة الخلاف يقصد به الخلف القراء وقبل وبعد الحرف فقبل قطعه عن الإضافة وأعربه وقطعه عن الإضافة أليس كذلك؟ لكنه قد نوى أو نوية معنى الإضافة بدليل الذي بعده وهو قوله وبعد الحرف أو المعنى وقبل الحرف وبعد الحرف وقبل الحرف وبعد الحرف وهذا من باب التعليق ألم تسمعوا إلى قولهم قطع الله يد ورجل من قالها؟ قطع الله يد ورجل من قالها؟ حذف التنوين لأجل ماذا؟ لأجل الإضافة لكن هل تمت الإضافة فيهما معاً في اليد ورجل أم لا؟ قال قطع الله يد ولم يضف ورجل من فأضاف لكنه عامل يد معاملة رجل لماذا؟ لأنه نوى معنى أو نوية معنى الإضافة حذف التنوين لأجل أنه نوى نوى الإضافة معروف هذه الأشياء؟ إذن قال يد ورجل كأنه قال يد من؟ يد من قالها ورجل من؟ من قالها؟ واضح والتعليق يكون في الأفعال وقد يأتي في الحروف نادراً لكن سيأتي ناد وكقول الشاعر يا من رأى عارضاً أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد هذا من شواهد السيبوي من شواهد كتاب السيبوي يا من رأى عارضاً أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد أين الشاهد؟ بين ذراعي وجبهة الأسد أليس كذلك؟ لم يضفه لفظا لكنه أضافه أضافه معنا والعارض ما هو العارض هو السحاب الذي يعترض في الأفق يا من رأى عارضا قالوا هذا عارض هذا عارض ممطرنا ما يلح في الأفق من سحاب المطر وغيره إذن قال يا من رأى عارضا أسر به بين ذراعي آه ذراع الأسد ما هما قالوا كوكبان وجبهة الأسد أربعة كواكب وهي هذه الأشياء من الأنواء التي كان العرب يستبشرون بها إذا نزلت جهة الغرب يتفائلون بها إذا نزلت جهة الغرب بأنهم سيغاثون سيغاثون فإذلك قال قال الشاعر وهو الفرزدق الفرزدق نسبه إلى الفرزدق قال ماذا؟ احفظوا هذه الأشياء يا من رأى عارضا أسر به بين ذراعي وجبهتي الأسدي أرانا الله وإياكم ما يسرنا جميعا وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى شكرا لكم أحفظوا هذه الأشياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر